موسيقى وزيرة التجارة والصناعة تفتتح أربعة معارض متخصصة في مجال الصناعات الهندسية بمشاركتين مئتي شركة محلية وعالمية موسيقى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن خفاضا طفيفا لتضخم في نوفمبر على أساس سنوي والسقراره على أساس شهري موسيقى في مؤشر على تعافي أكبر اقتصاد بأوروبا صادرات ألمانيا ترتفع بأربعة وواحد من عشر بالمئة في أكتوبر موسيقى أخبار مالي والأعمال أخبار الاقتصاد في نشأة الاقتصادية المفصلة من النيل أهلا بكم افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أربعة معارض متخصصة في مجال الصناعات الهندسية وذلك بحضور سفير الهند بالقاهرة حيث أكدت أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية في الاقتصاد المصري ويصهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية أيضا وأضافت الوزيرة أن الصادرات المصرية لقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية بلغت خلال تسعة أشهر من العام الجاري نحو ملياري مائتين وأربعة وتسعين مليون دولار مقارنة مع مليار وستمائة واثنى عشر مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها اثنين وأربعين بالمئة على صعيد آخر واستكمالا للمباحثات التي قامت بها وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع مع نظيرها الليبي لتعزيز التعاون بين البلدين بحت اليوم رئيس التنمية الصناعية محمد الزلاط مع وزير الصناعة الليبي أحمد أبو هيسة والوفد المرافق له سبل التعاون ونخل الخبرات في مجال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية بالإضافة إلى عدد من ملفات التعاون المشترك أكد وزير الصناعة الليبي خلال الاجتماع حرص بلادها على تعزيز الشراكة مع الدولة المصرية في كافة المجالات الصناعية والتنموية أيضا مثل مجالات تعمق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالإضافة إلى التدريب بحث البهندس طريق الملة وزير البترولي والثروة المعدنية أهمية مشروع مجمع البحر الأحمر للبترو كيمويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي تقدر استثماراته بحوالي السبعة ونصف مليار دولار لما سيحققه من فائدة كبيرة وقيمة مضافة من ثروات مصر الطبيعية جاء ذلك خلال مباحثات الملة مع بريندون باكتال رئيس شركة باكتال العالمية وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر البترولي العالمي في مدينة هيوستن الأمريكية حول موقف تقدم الأعمال في المشروع بالإضافة إلى بحث الاستعدادات لقمة العالمية للمناخ التي ستوقع في شرم الشيخ وأوجه التعاون في مجال التدريب والدعم الفني بين الجانبين بحث رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ثاني أيام زيارته للعاصمة المجرية بودابست على رأس وفد من المستثمرين المصريين بحث مع كبرى الشركات المجرية تنفيذ استثمارات جديدة في مصر كما تم خلال الزيارة عقد لقاء مع بنك التصهير والاستيراد المجري الذي يقدم الخدمات التمويلية الشركات المجرية التي تستهدف الاستثمار في الخارج حيث بحث الجانبان سبل تقديم الدعم اللازم لبدء نشاط هذه الشركات في مصر بما فيها التسهيلات والحوافز التي تقدمها هيئة الاستثمار عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اليوم مع المديرة التنفيذية للبنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحث اجتماعا افتراضيا لبحث فرص التعاون في مجالات التحول الأخضر والطاقة النظيفة وأكدت المشاط خلال الاجتماع أن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر ومكافحة الأثار السلبية للتغيرات المناخية حيث تسعى الحكومة لإصدار أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار ما يعزز ريادة مصر الإقليمية للتحول للاقتصاد الأخضر أشهدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بجهود الدولة الفرنسية في الدفع باتفاق باريس للمناخ ودعم أجندة المناخ وحقوق الدول النامية في إجراءات عادلة ومتوازنة مشيرة إلى التشابه الكبير في الرؤى المصرية الفرنسية لضرورة الربط بين تغيير المناخ والتنوع البايولوجي جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث أوجه التعاون في مشروعة البيئة وصدافة مصر لمؤتمر المناخ العام القادم في شرم الشيخ إلى البرصة المصرية التي تباينت معشراتها قبيل ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس وهي آخر جلسات هذا الأسبوع وصع عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين قابلتها مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة مستوى 729.6 مليار جنيه بعد التداوية كلية بلغت بـ 4.5 مليار جنيه المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 صعد بنحو 79 من 100% بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 26 من 100% من قيمته إلى ألمانيا حيث أظهرت بيانات اليوم أن الصادرات الألمانية زادت بأكثر من المتوقع كثيرا في أكتوبر بالرغم من استمرار اختناقات الإمدادات في قطاع الصناعة التحويلية ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد بأوروبا قد يكون في طريقه للتعافي وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الصادرات زادت بـ 4.1% على أساس شهري بعد انخفاضها في كل من أغسطس وسبتمبر وشهدت الواردات أيضا قفزة فاقت التوقعات إذ ارتفعت 5% بعد زيادة 4 من 10% في الشهر السابق في قراءة شهدت تعديلات طفيفة على صعيد آخر هدد المستشار الألماني الجديد أولوف شولتس بعواقب محتملة على أنبوب غاز نورد ستريم 2 الذي تعول عليه روسيا لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي في حال حصول تصعيد عسكري روسي ضد أوكرانيا وردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا لاستخدام أنبوب الغاز كوارقة ضغط على موسكو في حال غازة القوات الروسية أوكرانيا قال تشولتس في أول مقابلة تلفزيونية له بعد تسلمه مهام منصبه أن موقف بلاده واضح جدا وأنها تريد سياسة احترام الحدود من قبل الجميع وأن يفهم كل طرف أن في حال لم يحصل ذلك فستكون هناك عواقب على صعيد المتصل قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يستطيع عطاء البنك المركزي تعليمات أو إشارة لرفع سعر الفائض الرئيسي في البلاد لمعالجة التضخم وأوضح بيسكوف أن البنك الروسي المركزي وحده هو من يملك حق القيام بذلك مضيفا أنه يمكن معالجة التضخم ودفعه للمستوى المستهدف بطرق مختلفة وكان الرئيس الروسي قد طالب بعودة مستوى التضخم العام القادم إلى المستوى المستهدف والبالغ 4% قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيادات الأسعار في تركيا سببها الجشع وارتفاع أسعار الاستيراد جاء ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء حيث قال أردوغان أن التقلبات في الأسواق المالية ستتوقف في نهاية المطاف ودع الأتراك الذين يحتفظون بعملات أجنبية إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوده ننتقل إلى أسواق النفط العالمية حيث ترجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسبها السابقة بعد أن فرضت بعض الحكومات إجراءات للحد من انتشار السلالة أو المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف بأوميكرون وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تيكسس الوسيط الأمريكي 31 سنة إلى 72 دولار خمسة ستات للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت 47 سنة إلى 75 دولار خمسة وثلاثين سنة للبرميل وفي أسواق المعادن النفيسة تلقت أسعار الذهب دعما من تراجع الدولار لتصعد اليوم لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب ببيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي كل هذه الأمور حدت من الارتفاع وارتفع سعر الدهب في المعاملات الفورية بـ 2 من 10% إلى 1785 دولاراً 78 سنة للأقية أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بـ 1 من 10% بينما تراجع البلاتين بـ 1 من 10% هذا وفي سرق النقد الأجنبي استقرت أسعار اليورو والجنهي الاسترليني والدولار اليوم وسط آمان بأن تتمكن بعض اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من تحييد أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا حيث يقول المحللون أن الاهتمام ينصب من جديد على السياسة النقدية وهبط اليورو بـ 2 من 10% إلى دولار 13 سنة لليورو وارتفع مؤشر الدولار بـ 15 من 100% إلى 96.82 من الألف واستقر الجنهي الاسترليني مسجلا دولارا و32 سنة بعد أن بلغ انخفضا قياسيا جديدا هذا العام وفي أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم بعد أن هدأت تصريحات نيجابية من شركات مصنعة للقاحات بعض المخاوف المتعلقة بأوميكرون المتحور الجديد من كورونا في حين ترجع سهم دويتشاب بانك بعد تقارير عن أنه ربما انتهك تسوية جنائية وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بـ 3 من 10% كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بـ 1 من 10% وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 3 من 10% وفي آسيا أغلق المؤشر الياباني نيكاي على انخفاض اليوم منهي سلسلة ارتفاعات استمرت ليومين مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماعات مرتقبة لبنوك مركزية الأسبوع المقبل وأغلق نيكاي على انخفاض بـ 47 من 100% ووصل المؤشر الطبق سلوس عن طاقة انخفاضه كذلك فهبط بـ 57 من 100% من قيمته وإلى هنا انتهت نشرتنا الاقتصادية المفصلة هذا تذكير بالعنوين وزيرة التجارة والصناعة تفتح أربعة معارض متخصصة في مجال الصناعات الهندسية بمشاركة 200 شركة محلية وعالمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن انخفاضا طفيفا لتضخم في نوفمبر على أساس سنوي واستقراره على أساس شهري وفي مؤشر على تعافي أكبر اقتصاد بأوروبا صادرات ألمانيا ترتفع بـ 4 و 1 من 10% في أكتوبر انتهت نشرتنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم دمتم في أمان الله إلى اللقاء